ايه هي ابرز العلامات او الانذارات اللي الجسم بيعطيها للانسان عشان يقوله ان انت مناعتك ضعيفة طيب في البداية لازم الاول نبقى عارفين احنا عايزين مناعة قوية ولا عايزين مناعة متوازنة طمام فكرة المناعة القوية دي الحقيقة لازم نبدأ نتخلى عنها شوية لان الناس من يمكن مع جائحة كورونا بدأت تفكر ازاي ارفع المناعة ازاي اكبر المناعة ازاي اقوى المناعة لكن الواقع احنا عايزين مناعة متوازنة بالانسد يعني يبقى بتقوم وظرفها في التوقيت المناسب بشكل مناسب لانه اذا المناعة كانت ضعيفة فده بيعرضنا الى الالتهابات المتكررة والاوراون لكن اذا كانت المناعة زيادة عن اللزوم ده بيعرضنا الامراض برضو امراض المناعة الذاتية وكمان امراض الحساسية الحساسية هي نوع من زيادة رد الفعل المناعي لحاجات المفروض انها جسمنا يعتبرها طبيعية يعني مثلا لما واحد يتعرض لبعض الحاجات اللي هي مسيرة الى حد بسيط مش المفروض انها تقعد معاها اعراض طويلة ومستمر وده اللي احنا بتشوفه مثلا في الحساسية علشان كده احنا عايزين مناعة متوازنة ومتكافأة تقوم بوظائفها بشكل متكامل برضو في موضوع تاني مهم كل تخصصات الطب فيها مشاكل في المناع ونقدر نقول انه اي مرض بيحصل فيه خلال مناعي لانه اي مرض بينتج عنه انه الخلايا المناعية تبدأ تنشط وتطلع كيمويات الكيمويات دي ممكن انها تعمل العلامات المرضية اذا كنا هنتكلم على موضوع نقص المناعة فنقص المناعة هو ان واحد يجي له مثلا التهابات متكرر اكتر من عشر مرات التهابات في الجهاز التنفسي في السن او في الازن الوسط او في جيوب الانفية او بميكروبات بنسميها ميكروبات انتهازية يعني مش المفروض انها تعمل التهابات لكن اللي عنده نقص المناعة يجي له بالميكروبات الانتهازية دي كمان بعض الناس نبص لديها بيجي لها مثلا اعراض زي اسهال مستمر ومتكرر او تضخم في الغدد اللينفوية او ظهور طفح جلدي بشكل متكرر وكبير او انه بيجي له التهابات عميقة لا تستجيب للمضادات الحيوية بشكل عادي العادي مثلا انه لما بيبقى عندنا ميكروب او حاجة بتيجي بتسبب مرض لما مندي مضادات حيوية بالكمية الكافية والمدة الكافية الشخص اللي منعته متوازنة يستجيب بسرعة ويخف في خلال اسبوع عشر تيام اما اللي عنده نقص في المناعة فهنبص نلاقي لا ده بيجي له للتهابات وتقعد معه مضادات طويلة ولا تستجيب للمضادات الحيوية العادية بشكل كافي كمان ممكن يجي اورام في بعض الحالات زي مثلا الناس اللي بتعاني من مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الهي في او الهي دول بيبقوا عرضة لبعض الاورام اللي بتجي لهم بشكل يعني انتهازي وفي اماكن غير طبيعية غير اللي هو متعود عليه اذا واحد عنده علامات شبه اللي احنا قلنا عليها دي في الحالة دي احنا علينا ان احنا نفحص هل هو فعلا بيعاني من مشاكل في المناعة بتاعته ولا لا المناعة الحقيقة لازم تبقى لها يعني تعريف ايه هي حواجز المناعة اللي عنده اول حاجة مثلا الجلد والاغشية المخطية يعني لو واحد عنده حروق او عنده مشاكل في الاغشية المخطية بتاعته هنا هيبقى من السهل ان المكروبات تخش كمان في افرازات كيميائية المفروض انها بتساعد على حماية الجسم زي الدموع واللعاب وكمان الافرازات بتاعت جهاز الهضمي مثلا حمض المعدة خلي بالك انه بعض الناس اللي بتسرف في استخدام الادوية اللي هي بتقلل حمضة المعدة هي هنا بتكسر حاجز مناعي مهم جدا لانه حمض المعدة ده هو حاجز من الحواجز اللي بيمنع ان المكروبات تقدر تخش للجهاز الهضمي الداخلي كمان استخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيوية ويمكن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الحقيقة بتحذر من الاستخدام بشكل عشوائي للحاجات لانه ده بيدي فرصة لانه في مكروبات تبقى مقاومة للمضادات الحيوية كمان الحقيقة الناس اللي بتعاني من نقص المناع بيبقى عندهم احساس بالاجهاد الزائد وما بيحسش بالراحة بسهولة حتى مع فترات نوم كافية الضغوط النفسية من مسببات ضعف المناع والناس اللي بتعاني من مشاكل نفسية او عندها ضغوط نفسية جامدة بيبقى استجابتها للأدوية اقل وفي نفس الوقت بتبقى عرضة لمشكلات صحية نتيجة نقص المناع اللي بتحصل كمان حاجة مهمة خالص اللي هي النوم بشكل كافي لازم يبقى عندنا فترات نوم فيها راحة وفترات النوم دي يفضل انها تكون مسائية لانه هي دي الفترة اللي الجسم فعلا بيشعر فيها بالارتياح اذا واحد بيقدر ان هو ياخد قصة من الراحة بشكل كويس ده هيبقى عنده ردود فعل مناعية سليمة تقدر انها تقاوم الامراض